موسيقى أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من ديوانية المرأة معنا النهاردة في الديوانية مضحش أفكش على سيارات تروح على الكويت مضيش مين بده يروح على الكويت والعراق في عمز الحرب لعته باص حتى الباص اللي كان خلفي كان مليان ناس نضرب بالطريق احتاجك يا سيدي احتاج حبك قوتك بنسمع كلمة صلاة كتير جدا لكن بالنسبة لكل شخص ليها معنى مختلف يا ترى ايه المعنى الحقيقي بالنسبة لك كلمة صلاة؟ تعرف يا رندا نحنا الستات معروفين عنا انه نحنا بنحب نحكي كتير بس نستلز بالكلام اكتر لما بنلاقي ناس عم بيهتموا عم بيسمعوا عم بركزوا معنا وانا بحس انه الصلاة هي صلاة وتواصل مع ابوي في السماء ومشتاق يسمع كيف عم بعبر له عن وضعي عن مشكلتي عن حاجاتي وبنفس الوقت مشتاق انه يعطيني نصائح فكرة وبنفس الوقت بأهلني كيف اسلك في هاي الفترة فصلاة فترة حلوة لازيزة كتير انا سمعت حاجة عجبتني اويف مرة انه الصلاة عبارة عن اعلان احتياج انه انا عندي احتياج معين انا ممكن اكون باخد الاحتياج ده وبعلنه الله في الصلاة فده حاجة من الحاجات نطلب حضرته نطلب وجوده نطلب محبته مثلا انا عندي حاجة بقدم له انا بحاجة مثلا ولادي مدارس زوجي شغل اللي هو بيبقى واحد حاجته بس هو بالوقت نفسه بحاجة يقللي هو يشوفي بفكره بقى اذا ما بفوت على حاضرته وهي الصلاة مثل خط التليفون بحكي مع صاحبتي قالوا انا اليوم متضايقة بتصير هي تحكيني وانا حكيها بصير فيه محيدة علاقة وبتنمى هالعلاقة لانه اذا انا ما بدي حكيه ولا هو يحكيني لا راح انا افهم عليه ولا هو راح يفهم عليه وما راح تنمى علاقتنا مع بعضنا بصير اعرفه اكتر بالصلاة بنمي علاقتي بنمي معرفتي بربي اكتر انا زي ما اعرفي قالت انا بحث ان الصرا دي يعني دخول لمحضر الرب اللي هو فيه بيسمعني فيه وتلاقي لروحي مع روحه فيها يعني فيها زي انضمام لقلبي لقلبه انا بسكب له كل اللي عندي هو بيسكب اللي هو عنده فانا بحث بتخيل ان انا ما هو بيسكب جوا قلبي من اللي هو عنده دون يعني دي نقلة تانية خالص روحية حياتي بتتغير وبتمالي والحاجات اللي غلط فيها بتتصلح وبعرف هو بيحب ايه وبما بيحبش ايه وعايزني اعيش ازاي وطل بتكوني بحضرة الله بالصلاة اصلا هي الصلاة مش بس سعة اللي بتقعدي وبتركعي وبتولي يا ربس الصلاة هزا بزمان كمان اسمعتها الفترة الصباحية ان اخدها بالصلاة متل كأنه اوركسترا عم بتدوزن العود بتدوزن قلات الموسيقى بس فترة النهار كله هي حضورنا ووجودنا بحضرة الله كل النهار انا فعلا بتفق معيك خالص في اللي انت بتقوليه تعالوا معنا نروح لسلوة نتعرف عليها ونشوف الحكاية بتاعتها ايه انا اسمي سلوة حبيب مخايل حنة اصلي من القدس عايشة في الاردن متجوزة وعندي بنتين واحدة عمرها عشرين واحدة طمانتاشر انا مضيت سبعت عشر سنة من حياتي في الكويت كنت موظفة هناك على مستوى عالي رواتب الميحة وعيشة حلوة كانت رغيدة وكنا متهنيين ومبسوطين لما صار الاحتلال العيال يعني تفسخت انا متجوزة واحد مش من بلدي ونقص الفلسطيني بس هو امه عراقية وخلقان في العراق لما صار دخلوا العراقيين علينا طبعا هو بدي يرجع لبلده انا ما قدرتش بدي ارجع لالاردن صار في شوية صوت فاهم في الموضوع وانا استنيت يعطيني زوجي البنات اخدهن معي على الاردن وارجع بس ماردوش يعطيني ايهم جيت هون على الاردن في حالة هستيريا مع ابن اغتي لانه مش عارفة انا وين البنات صفوا كنت كتير ابكي لانه بناتي مش معي واصلي عشان احصل بناتي لغاية ما مرة بنت خالتي بتقولي تعالي اجتماع اجتماع السيدات قعدت في الاجتماع وانبسطت معهم بس دمعتي ما نشفت بعدين فيت انتين ستات لما صلولي الاختين بحرارة هزوني هيك مسكتني واحدة من كتفيهم ما تركنيش الا لما يعني زي اتمليت يعني ما بعرفش ايش صار لي هيق قش عريرة في بدني ما بعرفش ايش رعش هيك غير شكل غير عادي قالوا لي تخفيش ان شاء الله ان شاء الله الاسم يسوع انه راح تروحي ورح تجيبي بناتك ورح يجي جوزك ورح تلتموا على بعض ورح تعيش وعيش يا هني اتهب كل يوم بدك تطالبي واحنا راح نساعدك بنعمة الرب اليك وعد مني وانا بحكي لأم عادل وبحكي لعدة خوات اليك وعد مني طول ما انتي طلعت من الاردن ورحت للكويت ثقي اولي نقراك مش عارفة وين نسيت بالذات ثقي ما راح نتركيك يوميا راح نكون بساقوات طلعت فيهم انا يعني ما ما خدتش ولا عطيت يعني خلص ايش طبيعي بحكوا ايك الناس مع بعض يعزوني يعني عشان انا بعيدة عن البنات رنت خالتي وابكي وقعيت وهي تبكي عشان وصارت مريضة عشاني يخالي قلت له بدي اسافر صار عندي روح ايمان ويقين انه انا اللي قالوا لي يا هذا مضبوط راح يصير ما ضعش افتش على سيارات تروح على الكويت ماذا ايش مين بده يروح على الكويت والعراق تعيز الحرب طب انا كي بده اروح وين بده افتش عبناتي برضه في اشي رواتي كان فيه واضع يقول لي صوت يقول لي روحي روحي خالتي تقول لي ما تروحيش اذا روحتي هتيجي اذا جيتي سليمة راح ينقصلك اجر وينلا ايد ما تروحيش احسن انا قلت له لا لا بده اروح عادي تقرب الجرايد افتش على مواصلاتي تروح على العراق او على الكويت لقيت باص واحد شركة مستغلة فرصة الحرب وبتاخد فلوس كتير علشان ايش توصل الناس وينما بدهم لعت في باص حتى الباص اللي كان خلفي كان مليان ناس نضرب بالطريق صار لنا كتير اشياء بالصحرق لنا نواجه مشاكل لما الدنيا تليل عطم فيش نور الباص يقفل يهدي ما فيش مشي وكل ما يصير فيه مناورة او يضرب اشي بالجو نطفيق وننام ننزل من الباص ننام بالرميز عشان اذا ضربوا الباص احنا نكون نايمين يعني بالصحرى ما يصير الماشر ناس راحوا على الكويت انا كملت على العراق ميلت على زيوني محل ما كنت عند اختين ما فيش حد كل الناس في الملاجئ هاربين في الشمال في الملاجئ البيوت فاضية البيوت والبلال عم تنسرق الحرمية اشتغلوا والفساد اشتغل وفيه اتل في الطريق فيه اغتيالات مؤامرات يعني اللي بنزل من السيارة بتروح ليه قال لي خليجي بالسيارة بتسولناش مشكلة اقل له روح على المغفر الشرطة روحنا مقفول روح على المختار الحي طبع روح على المختار مش حد مقفول مكيش حد في بيته لما صارت الدينيا راح يطلع على الصبح علينا ولا بقول له وقف وقف سيارة جوزي هاي مش سيارة دينيا ليل اقول له للشوفير ادوي الضو شوي اشوف السيارة اللي قدامنا بقول لي اختي بعدين بضربونا اذا ضويت الضو بتقول له بس ادوي دوي الواطي اللي صغير دد عشان بس يشوف اللي قدامك اني عم تضويله وفعلا سمع كلامي وطلع قدامه لقى سيارة وضوالة ووقف نزل زعلان من السيارة مين؟ مين بضويلي الضو ولا انا بقول له رمزي بقول لي سلوى شو اللي جابك يعني مسافة بسيطة من هون لهناك يعني فيش خمس متر يعني وصلنا لبعد على تصوير البطيء وكل الضعل والاحزان اللي كانت بناتنا والكونفليكتاي انتسل طب ايش اللي جابك يا رمزي ساعة ثلاثة الصبوع على الشارع قال انا طالع اصلح عجل السيارة عشان بكرة اسافر الكويت اروح على بيتنا اجيب غرابنا القيمة ثمينة قلت له اه عشان هيك وانت شو اللي جابك؟ قلت له اللي جابني بناتي يعني بناتي روح قلبي كيف بدي اتركون بالحرب واشي جاي اخدهم وانا ما كنت مصدقة لما شفتك انبسطت كتير زي ما تقول لي رجعت كيف لما يكون واحد بعيد عن امه وخلص بحس حاله ذاكي انه يتيم رجعت حسيت ذاكي انه إلي يعني حدا مرة تانية يعني في حدا يهتم فيه بسطت كتير يعني وحتى اني كنت مريضة وقتها بس انسيت عن المرض لما هي اجات انا عادت في الملجأ مع البنات وكنت كل يوم اطلع من الملجأ واروح عالدوائر الرسمية احاول انو ادخل البنات معي لانهن تبعين لأبوهم ابوهم مسجل انو عراقي وممنوع اي نملة تطلع من العراق رحت على سفارة فلسطين ما نفعش رحت على سفارة العراق ما نفعش رحت على سفارة الاردنية سفرتنا في بغداد اعطتني بناتي حطت ليهم بالجواز مع انو كان من المستحيل بس اله ما اله المستحيلات اعطاني بناتي اللي جوازوا جيت فيهم لما جيت فيهم صار في ضرب بالطريق كمان ويعني الموضوع يطول شرحه قد ما شفنا مصادفات بناتي شافوا ويلات بالطريق بس ما صبنا ولا حجر بالفعل انا بشكر امانة الرب الرب اللي كان امين وكان دائما بذكرنا فيها عدة مرات كان الرب فيئني بنصد الليل مرات وجوجه الصبح كني دائما بصلي باستمرار واعلم يقينه كد اطالب الرب ووعده انو انت تتكلم انت امين انت قادر انك تعمل حتى نرى مجدك وربنا كان حميني في الطريق لا هم القنابل ولا هم الصواريخ اللي بتطلع من الطيرات ولا هم القصة ولا الصفر اللي كان بالطريق ولا همني في بالي اشي واحد والاخوات كانوا في الاردن يدعموني بالصلة قالوا احنا تروحي احنا ميدعمك بالصلة انا مكنتش اعرف شو معنات بدعم بالصلة تقصية ما بعرف بصلي والرب اتاري مختارني من زمان لمجد اسمه لا اشهد له وبعدين عرفت انو الرب كان حاملني طول فترة السفر على ايدي زي ما بقول لو كنت سوادي دل الموت فلا اخاف وشرب الرب بغير القوانين كرمانك ربنا بغير القوانين بيدلعك بيدليع ربنا بيدللك قدمصر فيه بحياتي عمره ما تركني عمره ما خلاني لحالي ولا رماني ولغيت هلأ كل خطوة بحياتي عماله باهتم فيي عماله بيدبرلي الاشي مهما كان انو بالنسبة اليه مبين مستحيل اعطانا وعد وعده صادق هو صالح فالرب صالح بعد ما تفرجنا مع بعض على الحكاية بتاعت سالوى بيجي تزهني تساؤل يا ترى هل فيه اشياء معينة ينفع ان انا اكون بحطها امام الله في الصلاة وحاجات تانية لأ ولا كل حاجة ممكن اكون بحطها في الصلاة بتاعت انو ممكن يعني زي ما ممكن انا اجي لابوي واتكلم معاه في اي حاجة بتاعت اي نفس الحكاية في الصلاة بس انا بحس انو لما نكون بنيجي نقدم لربنا موضوع معين في الصلاة ومحتاجين الاستجابة منه محتاجين تأكيد منه ان دي ارادته ودي حاجة بنحسها جوه قلبنا زي ما كنت بقولت قبل كده ان روحنا ما بتتلاقي مع روحه هو بيدينا افكاره زي ما بياخد مننا اشواء قلبنا وتضرعاتنا وصرخاتنا وآهاتنا نفس الوقت محتاجة ان انا اسمع منه انت بتديني تأكيد ان انا اكمل صلاة في الموضوع ده وان ان انت هتعمل حاجة فعلا هتمدي ايدك ولا بس بس كوبلك قلبي لان انا محتاج بس كوبلك قلبي الوقات بحسي هاي دي انه في حاجات يعني اما بحس ان انا بستهيفها قوي ان انا احطها في الصلاة يعني الدنيا حر وبدور على مكان اركن يا ترى هل دي حاجة تفها قوي ان انا كنت بحطها ولا حاجة كبيرة لدرجة زي اللي شفناه في الحكاية انه نصيبة كبيرة يا رب هتعرف تتحرك ما في شي تافه عند الله الصغير والكبير بما انه هو خلقنا وبما انه هو خلق الكون ما بقى في شي عنده صغير او كبير كله مهم بنظره يعني ايام نحنا من اي من الاشياء انه هيدا تافه لشو تنضيع وقت الله وهيدا لا مهم لا عند الله الصغير والكبير يعني يمكن يكون في ناس بحاجة لشقفة قماش تيعملوا فسطان يكسوا نفسهم تقولك انا جاي هلأ شغل الله بشقفة قماش لا الله عارف حاجة هالست او هالاخت او هالام يلي بحاجة تكسي ولادها ما تقول انا لا هيدا الله منه فاضيلي لان بسمع كتير انه جاي انا عزب الله بشقفة قماشي هي مش قصة شقفة قماشي هي بتنمي هالثقة بتنمي هالكلمة انه لا انا لما انا بطلب هالشغلي من ربي حيعطينيها بثقة لان هو بده يعطيني كل حاجاتي حسب ما شيقته بساعتها انا بقدم كل حاجتي لانه ان كانت صغيري وان كانت تبيري انا بحس ان هو بيهتم بالحاجة ان كانت كبيرة او صغيرة لان هو بيهتم بي انا شخصيا طيب هل فيه طرق معينة الله بيكون بيستجيب الصلاة بيها او هل فيه حاجات الله بيستجيب لها وحاجات الله مش بيستجيب لها ولا ايه وفيه حاجتين بس على استجابة الصلاة انا عايز اقولها يعني انا ما بقيت ام اتعلمت كتير جدا جدا عن ابوة ربنا لينا وايه اللي بيستجيب لي وايه اللي بيستجيب لي يعني بناتي ممكن كل يوم يطلبوا مني كياس بنبوني اد كده وهم في شايفين ان هم ده احتياج وان انا لازم ان انا اديهم الكلام دون لكن انا شايف انه دي حاجة هتضرهم وانا وانا عارف ان انا صح واي حد كبير عارف ان احنا ان احنا صح في الكلام دون لكن انا ما اقدرش ان انا استجيب لبنتي كل مرة تطلب مني الكلام دون ان انا عارف انه هيدرها فانا بالتالي انا شايف ان ربنا ساعات ما بيستجيبش للصلاة لصالحي انا لصالحي لو انا لو انا مديا له ان رب انا مدياك انت السلطان ولتكن ما شئتك حتى لو انا يعني بطلب حاجة غلط من فضلك متأم انا بحس كمان انه حاجة من الحاجات الردود اللي الله بيستعملها هي انتظر زي لو ولادي عايزين يسوقوا انا بنتي عمرات نشر سنة وعايزة تسوق فانا هقولها استني لان هي ما ينفعش ان هي تباتي تسوق لكن هقولها استني لغاية ما يبقى السن مناسب وتعمل الاختبار بتاع السواقة بلاقي انه كمان الصلاة فيها اشارة مرور يعني الاشارة الحمرة والخطرة والسفرة ومات كتير الاستجابة ما بنعرفها بالطريقة الصحيحة بنفكر الاستجابة يعني جواب فوري نعم فبنلاقي مرات كتير قف متستعجليش متستعجليش فهون بنلاقي انه الصلاة هي زرع بزرع وبحصده في الموسم الثاني مش فورا لكن في الصلاة اللي هي استنجاد انا هلا عملت حادث فهل الرب بده يستنى لا احفظ هالجوار مش معقول فبنلاقي انه فيها عملية ترويت عملية انه انا بفهم عليه بعرف هو شو بتوقع مني اش اطلب منه كيف اطلب منه هاد الشي بلاقي فيها طمأنينة الصلاة فيها طمأنينة وبتعلمني شوي شوي انه انا اتعرف على رزنامته وبتعرفوا ايش حتى هلا ياريت هلا نرفع خواتنا اللي عم بيشاهدونا في الصلاة قديش بحتاجوا يمكن يرتفعوا في الصلاة اكتر مما نحكي يمكن في مجال انه صلي نعم الهنا نضع يا رب حاجاتنا بين ايديك كزوجات وكامهات نحتاج الى رعايتك الان يا رب نضع المواضيع الملحة بين ايديك انت الراعي الصالح انت المشير انت العجيب انت الاله القدير انت الاب الابدي انت رئيس السلام الان تدخل في هذا الموضوع تشفع من اجلنا تشفع من اجلنا ارفع الثقل حتى نرى بوضوح افتحيون اذهاننا حتى نرى كيف نسلك دي مجد اسمك وصلي الهي في حد مرة قال جملة عجبتني اولي يقول ما تجيش تقول يا رب انا عندي مشكلة عظيمة لكن تعالف وش المشكلة يقول يا مشكلة انا عندي اله عظيم وكأن يعني ما فيش مشكلة ممكن اكون بتواجه معاها في اي حتة انت موجودة فيها دلوقتي سواء انت في الجزائر في المغرب في لبنان في الاردن في اي حتة اي مشكلة انت بتوضيعها ممكن تكوني بترفعية فعلا امام الرب وإلهنا عظيم جدا هو ممكن يكون بيغطي كل حاجة ولي رد ولي سكة اللوف اللي موت مخارج في كل الطرق انا حس انه اشارك في هاي الفكرة انه في مثل بقول اعطيني سمكة تشبعيني يوم واحد علميني اصطاد وبشبع كل ايام حياتي فانا بشجع الستات اللي عم بسمعونا هلا انه مش ضروري تكون في كلمات منمقة ايات تشهديها فبنحب نعلمك السيد والصلاة سيد تستادي بركات من الرب تستادي رضاء على حياتك فمش مهم الكلام لكن المهم انه انا بعرف ابوي بتطمن في السلاة فبتشجع كتير في هاي الفكرة انا هو ممكن نعمله صفحكي او شعر بس كله ما بيفيد هوي بهمه شو في بقلبنا شو قلبنا انا وقتل صرخت قبل ما اعرفه شخصيا صرخت يا رب كنت اول مرة بقول يا رب هوي عرف شو صرخت قلبي مش اللي عشفافي بس عرف شو في بقلبي هوي نزل وقدم نفسه لالي تعارفه شخصيا فالحقيقة المنصنلة مش لازم تكون حاجات منمقة ايوة اذا انا مني قعدي هايك قعدي هايك ما بيسمعني او اذا قعدي انه لا ايام مثلا بتطركم بسيارة بجيني فترة بدي صلي بوقف يعني السيارة وبرجع على بيتي بقف العقلاء هوي موجود هوي اله كله الوجود موجود وينما كان تعبت النور ما في حاجة كمان على حكاية الصلوات المنمقة دي انا شخصيا اختبرتها في السنة اللي فاتت وهي انه لما الكلام اللي هو اللي احنا دايما بنردده سواء في الصلاة او في القداس او كده بالنسبة لي كان لها اختلاف كبير جدا بتيت احس انه لا انا كل مرة هصلي الصلاة المكتوبة دي او الحاجة اللي انا متعود عليها رب انا بصليها باتجاه مختلف انا هصليها الاحتياج جديد هصليها البركة جديدة فحسيت خالص انه ما بقيتش بازهق من الصلاة ان انا كل يوم لو عايز اخلص وامشي لكن علاقة جديدة بتتعمق زي لما بتقري الكتاب المقدس كل يوم نفس ال ويام نحنا كبشر ايام اللغة بتنحد عندنا ما عاد عندنا هطاء نعبر فيها مشان هيك كلمة الرب الانجيل بيقوله ألزة شي على دينة ربنا لما يسمع كلمته رجعت لإله في ستات بيقولوا حسيت صلاتي مختر قد سأ في الغرفة ردت علي فتعلمت انه حبي انا استثمر حبي انه انا اخد اجوبة فجربت جربت كتير طرق متعددة اعرف الكتب انا صلاة انا صلاة بتثمر اكتر يعني عملات صعبة فلاقيت انه العمل الصعبة الوحيدة اللي ما ممكن تنهز ما ممكن تهز مملكة الله هي المحبة المحبة لا تسقط أبدا الله محبة عملة صعبة جدا جدا وبعرف انه عنده ذكر اسم يسوع ودم يسوع يفتح أبواب السماء نتطمن نتطمن في هاي المحبة عملة صعبة مش ممكن تتأثر لا بالظروف الكلام على الصلاة وعلى المسيح ما يخلصش يعني رائع جدا نفسي قوي ان احنا نكون بنكمل بس نفسي نحنا نروح نتفرج مع بعض على الترميمة اللي جاية الهدف ٹ اشتركوا في القناة 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 تنديبني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أحتاجك أحتاجك وأعلم يقينا أني إذا رفعت عيني إليك وطلبتك وجدتك وإذا سلمتك أمري وعمري ربحتك أحتاجك